اه اليوم ان شاء الله قلنا نوضح الموضوع مهم جدا الموضوع ديال اه منع قرار منع الفيزا دار 24 ساعة اللي كانت كانت تعطى للعمال والعاملات اللي كيدخلوا اه كيشتغلوا بمدينة سبتة طبعا كمين كان عارفو على انه كان اكتر من الف للعمال والعاملات اللي خدمين داخل سبتة بشكل شرعي عندهم واحد بطاقة العبور كيدخلوا ويخرجوا بيها هذيك بطاقة العبور نهاري كتقادلهم داخل سبتة كيمشوا كيعملوا البصمات ويعطوهم بطاقة اخرى كيدخل ويخرجوا بيها لكن الى اتقادلهم هنا في تيطوان مثلا كيمشون القنصلية الاسبانية اه هنا بمدينة تيطوان كيعطوهم واحد الفيزا دار 24 ساعة كيهبطو بها سبتة وتمكي عملوا البصمات وكيعطوهم ذاك الترخيطات ديال العبور او بطاقة العبور المشكلة اللي يوقع هو انه اه السلطات المغربية في معبارة في سبتة قامت بمنع هاد الفيزا ديال 24 ساعة وطبعا اه بدون سابق اعلان وبدون يعني شي اعلان ولا شي حاجة فبزد الناس اللي جاءوا اه ومعاهم هذيك الفيزا ديال 24 ساعة باش يدخلوا بها سبتة فاتفجأوا ان السلطات المغربية تمنعهم من الدخول بهذا الفيزا هذي وكتفرض عليهم الفيزا ديال او كتقول لهم لا بود دخسوا عندكم الفيزا ديال شنغين الاوروبية او الفيزا اسبانية وطبعا شي هذا السبب واحد واحد الاستياء واحد حالة استياء كبيرة في نفوس عدد كبير ديال العمل والعاملات اللي هنا داخل تيطوان واللي يبقوا عالقين ما قادرين شي يدخلوا باش يستووا الوضعيات ديالهم يجدوا ذاك البط رفض ديال الفيزا ديال 24 ساعة اللي ترفضت في اه عند السلطات ديال معبر باب سبتة وطبعا نطلب الله ان من خلال هذ المنبر ان السلطات تهتم بهذا الامر هذا وتحاول تجبر شي حان هذي الناس اللي كيعانيوا معاناة كثيرة بسبب هذ القرار ديال المنع اشتركوا في القناة